الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتغي إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء المعنوا له بالآية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأشكر أولا أخانا الشيخ أحمد البدوي على ما قدم وأفاد من محاور طيبة ركز فيها على قوله تعالى وأنتم الأعلون فشرح ما يتعلق بمسائل العقيدة وأن يعتز العبد بعقيدته ثم استطرد في مسائل تتعلق بالمنهج وذكر أشياء طيبة ونافعة أسأله تبارك وتعالى أن ينتفع بها الجميع وإن شاء الله تبارك وتعالى أركز على غير ما ذكر من مسائل إذا وفقت في إضافة الجديد لأنفع نفسي أولا وجميع الإخوة قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون الآية تتكلم كما ذكر الشيخ عن غزوة أحد وما أصاب المؤمنين في تلك الغزوة من النقص في الأنفس ومما فاتهم من الظفر على العدو ومما أصابهم من الابتلاء العظيم وفي هذا الابتلاء الذي أصاب المؤمنين وما أصاب الصحابة رضي الله عنهم أبدا في الحقبة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم مثل ما أصابهم يوم وحد أصابهم بلاء عظيم قتل ثمانون من الصحابة في يوم واحد أربع من المهاجرين والبقية من الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام قبل الغزوة قال رأيت أشياء وما رأيت إلا خيرا قال رأيت بكرا تذبح وأولها بما يموت من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم قال ورأيت أن كبش القبيلة يقتل ويعني بهذا أحد المشركين أبي بن خلف لعنة الله عليه وقال رأيت في ذبابة سيفي سلما قال وأولته بما يصيبني أو أوله الصحابة بما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأيت أني أدخلت يدي في حصن في درع حصينة وأولتها بالمدينة إنه يتحصن في المدينة رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء وأصابهم ما أصابهم يوم وحد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم إثنان من كفرة قريش أحدهم عتبة ابن العاص وكان رجلاً سيء الخلق ممقوتاً في قومه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فشج فمه وضربه ابن قمئة فشج وجهه وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم إصابة شديدة حتى سقط في الحفرة التي وضعها المشركون وجاءت فاطمة رضي الله عنها وداوت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء العبد الرحمن ابن عوف واستل الحديد من وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأسنانه وأصابهم ما أصابهم من البلاء وأشد المواقف التي لقيت أو من أشد المواقف ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من مقتل حمزة حمزة بن عبد المطلب لما قتل جاء جبريل فقال إنه يذكر في أهل السماوات بأنه أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام حمزة أول ما بدأ القتال قتل مجموعة من حملة اللواء عثمان بن أبي طلحة وقتل مجموعة حتى ذكر منهم رجل يسمى سباع ابن عبد العزة أم اسم أم أنمار أم أنمار كانت ختانة بتخطينا النسوان في مكة فلما ظهر سباع هذا قال له حمزة تعالى يبن مقطعة البزور قال الراوي فضربه بالسيف كأنه أخطأه قتل في محل طواله قال وحشي اللي قتل حمزة وهو أبو دسمة وحشي ابن حرب بدفع من مولاه جبير ابن مطعم قال له تكتل حمزة في عم طعيمة ابن عدي وحشي قال ما وجدت مثلاً لحمزة إلا الجمل الأورق لأنه في غبار المعركة زي الجمل المليان غبار قال يهتك الناس هدك أغلب حملة اللواء كاتلهم حمزة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وجد حمزة ملقياً على الأرض بقرت بطنه ولاكوا كبدته ومثلوا به جدعوا أنفة وقطعوا آذانة لقى ممثل به قال النبي عليه الصلاة والسلام ما وقفت موقفاً أغيض علي من هذا قال ولولا أن تحزن صفية صفية هي عمت النبي صلى الله عليه وسلم أخوت حمزة رضي الله عنهما قال لولا أن تحزن صفية لتركته حتى يبعث من حواصل الطير وبطون السباع قال وأخشى أن تكون بعدي سنة فأمر بحمزة فدفن موقف عظيم قتل حمزة مثل بكثير من الصحابة يخواننا ده موقف مؤلم أنت مفتقد تشاهد موقف زيدا وضرب النبي عليه الصلاة والسلام وشجة تخيل معاي ده ربنا سموا بلاء هذا البلاء فيه حكم لا يمكن أن تتم هذه الحكم إلا مع هذا البلاء حكم عظيمة جدا كويس عشان كده أنا دائرك تعكد مقارنة بسيطة وإن كانت المقارنة ما متساوية لكن قارن في ذهنك نحن ناس بسيطين بلاءنا ما قدر ديل ما قدر الصحابة ولا قدر الأنبياء ربنا بابتلينا في دعوتنا ولا أعني في دنيانا في دنيانا إننا ابتلاءات براء لكن في دعوتنا تمر بنا ابتلاءات من تضييق أو من فتن نفتن في ناس كنا نحبهم ونعظمهم ونجلهم ونقتدي بهم في ديننا نفتن بهم فيصيروا من أهل الأهواء ومن أهل البدع نفتن فهذه الفتن فيها فوائد فتنة عظيمة وابتلاء يشيب أو تشيب له الرؤوس تلاءات محن إنت تقول كما قيل هذه مهلكتي والله بتمر علينا لحظات وأمور وفتن في الدعوة دي نقول دي لو مرقنا منا تاني ما فأي فتنة بتأثر علينا نمشي قدام تجي واحدة أكبر منا إنت من هذه المواقف تستفيد تتعلم شوف ربنا سبحانه وتعالى ذكر حكم السعد رحمه الله تعالى في التفسير وهذا فيما اطلعت أفضل من تكلم عن هذه الغزوة في تفسير الآيات جف حكم عجيبة أول حكمة يا أخواننا ليعلم المؤمنون أن الهزيمة سببها معصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام ولوما الناس ابتلوا بموقف زيدة اللي بيجي بعدهم قد ما يفهم المعلومة دي ربنا قال وما أصابكم يوم التغى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم المؤمنون ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تولوا منكم يوم التغى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ببعض ظنوبهم ربنا أصابهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم الرماتة اللي تكلم عنهم شيخ أحمد قبل شوية خمسين وكل النبي صلى الله عليه وجعل أميرهم عبد الله بن جبير معلم بإشارة بيضاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنضحوا عنا الخيل بالنبل ولا تشاركونا لو رأيتمونا انتصرنا أو هزمنا لا تشاركونا خليكم مكانكم نزل بعض الرمات وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أميرهم ونزلوا خالد بن الوليد كان في جيش المشركين على رأس الخيول استدار وجاءهم من خلفهم من الجبل وما خشوا معهم في المعركة نشبوا المسلمين من بعيد بالنبل بس نشبوهم من بعيد حتى صار المسلمون يقتلوا بعضهم بعضا انت قال خشوا فيهم كتالوم من بعيد بس نشبوهم بقى المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا حتى حذيف بن اليمان وجد أباه هجم عليه المسلمون أبو مسلم وهجم عليه المسلمون فقتلوه فيقول اتغوا الله يا عباد الله هذا أبي قتلوا السبب ببعض ما كسبوا يا أخوانا إذا كان معصية لصحابة بتأويل مش معصية فجور وخروج عن السنة زي ما بيعملوا الناس الليلة لا بتأويل ظنوا أن القتال انتهى لأنه ربنا قال إذ تحسونهم بإذنه في الأول كتلوا حملة اللواء كلهم بتاعنا المشركين وديب يا أخوانا بحسابات الحرب النصر المسلمين أيذوا الحمل اللواء قالوا حتى حملته في نهاية الأمر من بني عبد الدار من قريش حملته امرأة سمى عمرة الحارثية وعيروهم الناس بها قال لهم يا قريش لواءكم شايل اومرة لواء عمرة الحارثية وكتب فيهم حسان أبياتا من الشعير كتلوا حملة اللواء فظن الأرمات أو بعضهم إن المعركة انتهت نزلوا بقوا يجمعوا في الغنيمة فدارت عليهم الدائرة إذن يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات يسل المؤمنين ولا تهينوا بعد كل الأصاب ولا تهينوا السعد قال الوهن يكون في الأبدان ما تضع في بدنك ولا تهزنوا الحزن يكون في القلوب وأنتم لعلون قال إذ أنتم لعلون يعني ما تهن ما تهزن ما تتأسف وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي إذ كنتم مؤمنين أنتم مؤمنون ما تهنوا ما تضعف أبداً ليه لأن الحرب من أمور الدنيا وربنا سبحانه وتعالى أحياناً يعطي الغلب لهؤلاء وأحياناً يعطي الغلب لهؤلاء إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس الحكمة الأولى تعلم أن الهزيمة سبب المعصية الحكمة الثانية ربنا قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا سبحان الله دي حكمة عظيمة الإنسان قد ما ينتبه لها مع الابتلال شديد ده ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل حمزة ويقتل من؟ تمنين بعد ده كله ربنا قال ليك وليعلم الله الذين آمنوا دي حكمة عظيمة تبت انتبه لها المسلمون كان معهم منافقين ابن سلول جاء بجيش الجيش بتاعه بتاعه فيه تلتمية ماش منافق ولا اتنين ولا ثلاثة تلتمية أول ما جاء قربت المعركة تبدأ قالوا ابن سلول قال لهم أنا كان رأيي إنه يقاتل في المدينة وده كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قال رأيي إنه يقاتل في المدينة قال فما سمع كلامي وصمع كلام الصغار كلام أنا ما سعمه ما سمعه هو محتال وصمع عنده هو مجرم لكن يتزرع في المسألة دي قال لو نعلم قتالا لاتتبعناكم وبعدين قال ما في حرب ذاته انتم ما شين صاري ما في حرب ورر رجع تلتمية معه شوف الهزة دي كيف ياخي دي هزة عظيمة جدا لكن فيها فايدة وليعلم الله الذين آمنوا المؤمن يجب جاي والمنافق يمشي بغادي أحيانا تجي هزة في الدعوة وإن كانت ما زي دي فتنة تقوم كده لكن خلاصة في النهاية تعرف السلفي التابع البيتبع الدليل من الكتاب والسنة بفهم السلف من الزولة الحزمي المرضانة الببارش يوخو تتكوم ليه كومين يمشو دي الباية يمشو دي دي حكمة عظيمة جدا تنفعك لأنه ده كان قاعد لك إلا جوا بكون قاعد إلا يفرتق الدعوة ويخزلك ويجيب لك بلاية زي اللي بتكلم عنه شيخ أحمد جبال مين البلا ولا منو ده كان مخزوز باسم الدعوة وانت ما عارفه لكن تجي فتنة وبلوة كبيرة تتفرتك امشو بجاي السلكرور ممشو براهم ويبقى المؤمنون أو ويبقى أصحاب المنهج الصحيح قال وليعلم الله الذين آمنوا تحكمة عظيمة ما شدك براوه حتى تبعهم عبد الله بن حرام رضي الله عنه أبو جابر عبد الله بن عمر بن حرام وعظهم موعظ شديدة قال لهم لا تخزلوا نبيكم وقد حضر قتال ما تخزلوا نبيكم قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكم ما شفاتوا قال لهم أبعدكم الله وأخزاكم روحوا الله لا أعادكم ورجع فكان من شهداء يوحد رضي الله عنه أرضاه فضي حكمة عظيمة وليعلم الله الذين آمنوا اتنين قال ويتخذ منكم شهداء لأن الشهادة يا أخواننا ما بتجيه إلا باقتال يعني حتى الشهادة من وين الزرستشهد وين إلا تكون في فتنة ويكون في ابتلاء يستشهد المؤمنون قال ويتخذ منكم شهداء من الكلمات الجميلة التي نقلت كما نقلها ابن كثير في البداية والنهاية كلمة لزوجة عمر بن الجموح ابن الجموح رضي الله عنه وعنها وأرضاهما عمر بن الجموح كان رجلا كبيرا في السن أعرج عنده كما ذكر ابن الهيشام قال أربعة من الأبناء كالأسد زي الأسود منعوا أباهم من الخروج قال له أنت كبير ما بتقدر ما تطلع جشتك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا كبير وعندي عرجة ما أقدر أطلع قال ولكني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة عرجتي ذي قال لدي رمشباه في الجنة جوه فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه فالسشهد جاء الزوجته بعد أن السشهد تركب على بعير لها فأناخت فسألها الناس كان مهزوزين بعضهم مهزوز نفسيا فقالت كلمة من ثلاثة جمل عجيبة قلت لهم خلاصة المعركة دفع الله عن نبيه الله حمى النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ من المؤمنين شهداء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ثلاثة جمل شوف غايات عظيم فهم عجيب لأن الأشياء دي أخوانا ما تتحقق إلا مع القتال ومع الأزمات ومع الابتلاءات كويس قال ويتخذ منكم شهداء النس لما عبوم واتكلموا فيهم قال أعلوه بل عمر الخطاب رضي الله عنه قال له الله أعلى واجل قال يوم دابو سفيان قال يوم بيوم بدر والحرب سجال والأيام دول ضربتون في بدر وضربناكم هنا عمر الخطاب قال لولا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار شفت الفريق كيف قال ويتخذ منكم شهداء الابتلاءات في خير انت قد ما تعلموا انت قد ما تعلموا قال ويتخذ منكم شهداء كويس بعديا ربنا سبحانه وتعالى قال وليمحص الله الذين آمنوا في تمحص في تنقية ربنا سبحانه وتعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين انت دارين المسألة تمشي طوال كده ما كان الله بالله شوف الآية عجيبة كيف ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لابد يكون فيشنو تصفية كن في قربال أربي للجماعة دلتمام الليلة أنت ما شوف الناس أعلنوا محاضرة الكبرى الدعوة السلفية أرر جماعة دل كلهم ناسك زمان كانت كتل كبيرة تحصل فتنة شقة اظهروا ناس الهواء كل ما تجفتنا يزرر ناس الهواء ويطلعوا ربنا سبحانه وتعالى بمحص في المؤمنين ويبتلي فيهم ليمحص الله الذين آمنوا محصهم تمام ونقيهم لأن الابتلاءات لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله تبارك وتعالى وليس عليه ذنب ابتلاءات شديدة وضغط عشان يعلم صاحب الحق من صاحب الباطل والليلة لو كان يا أخوان المؤمنون دائما في انتصارات دائما منتصرين وما في بلوة ما في فتنة ما في ابتلاء أكان الناس كلهم جو وما بتقدر تميز الصحب الحق من صاحب الهواء ما بتقدر تميزهم لكن لا بد من محكات ابتلاءات انت الآن بتبتلى بابتلاءات قليلة بس تلقى شيخ من شيخك بتحبه إتا وبتعظمه بعشوية وقع أها دا الابتلاء بتاعك هنا بسيط شيخك وقع جاب لي بداء انت معاه ولا مع السنة بس داي بقى موضوعك هنا كويس في ناس كتار الواحد يقول لك والله ياخ ما ممكن ياخ ياخ كده شوفوا لي عذر شوفوا لي حاجة ألقى لي وين أنا عذر ألقى لي وين زوري كيبراسو وماشا ترى بيوشو يا ناس سيوفي فتنة كويس والله يا اخوان الشغلة دي حارة يا اخي أسى الغتال البدور ده ده واحد بيجيبه طيارة بفوق طوف طوف ولا بيسلاح من بعيد كده ده بكلاج بفكرة طلقة من بعيد بعيد زمان الشغلة دي ما كده الشغلة دي زمان انت شايل لك سيف في يدك حديدة وزول بيناك شايلة حديدة في يده سيف والنجيب بكتلة تاني الشغلة دي حارة ياخد فتنة أصلاً احنا لو مواجهين حارب بيصيوف كانوا حيكون موقفنا كيف كانوا منتفرتق لكم كل واحد بيجيبه عذر يقول لك لا لا والله الليلة شوية كده ليامني ما قادرين عليها الشغلة دي كده صبروا لينا وانا مسافر البلد مسافر شنو ياخي كفى ببارقة السيوف فتنة لكن في ناس والله بيثبتوا صبات رجال عديل النبي صلى الله عليه وسلم لما نجي في نفس الغزوة انا عشان كده داير انتغي حاجات معينة لانه زمان ما شابينا داير انتغي بس اشياء فيه فوائد بالنسبة لينا ورسائل ان شاء الله تنفعنا جا قدم شالسيف قال من يأخذ هذا السيف كتر من الصحابة بادروا به الدينة له منهم علم نبي طالب الزبير من العوام منهم مجموعة قال من يأخذه بحقه أحجم الناس قال أبو دي جان وما حقه قال أن تضرب به حتى ينحني الصماتة رجع لي وراء الشي دا بتقدر عليه انت شوف النازل خدمه الدين دا كيف بعد دا تلقى واحد بيجاي مع الدجال بكل بساطة يقول لك الصحابة تغاتلوا في دنيا وكان فيهم هوا هوا بين يا اخ تعال شوف الشي دا فيه هوا هوا بخش هنا المحل دا يا بليد والله ناس يستحقوا أي كلمة شينة دي أبو دي جان استلم السيف قال الزبير من العوام الزبير فارس فارس قاطع كله كله وما يبارى في الشجاعة بيشقة جاهزة كده كرر بيجده بهناك وميجي راجع تاني حتى ولده ابن الزبير قال جريح أبي جرحا في عاتقه كنت ألعب فيه بيدي بداخل يده فيه جوة جرحا كده فيه عاتقه هنا كويس الزبير قال لما أعطاه لأبي دي جانة قال حملت في نفسي قلت أنا ابن عمته صفية منعنيه وأعطاه أبي دي جانة كويس قال والله لأنظرن ما يفعل الليلة بس بباري أبو دي جانة دا أشوف بعمل شنو يا أبو دي جانة دا والله عجيب والله خطر عديل والله دراج الرجالة كويس انت شفت العمل في اليوم دا أكبر نحن في دنيان دي كل ما أظن قدمنا الإسلام قال فأخرج أبو دي جانة عصابة حمراء كما نقل ابن هشام قال أخرجها فقالت الأنصار أخرج أبو دي جانة عصابة الموت ربط في رأسه كويس الزبير قال بيقيت متابعه قال ففلق هام المشركين كويس قال فكان في المشركين رجل ما وجد مسلما إلا قتله قال ولا وجد جريحا إلا أجهز عليه وقال ذو المجروح بيتمه طوالي ذو الشريس وشر الزبير متابع أبو دي جانة كويس قال فدعوت الله أن يلتغي قلت دبس إن شاء الله يلاقي أبو دي جانة لأنه داك عامل فيه شريس وده صعب قال فلقيه أبو دي جانة فاختلفات أربتين المشرك درب أبو دي جانة صدام إنه بالدرقة السيف بتاع داك مسك في الدرقة بيقى شاب يكفيخ قال فضربها أبو دي جانة في عاتغه حتى وصل وركه فدق من هنا ما رقى في وركه كان جنبه كعب بن مالك من الصحابة قال فأخرج أبو دي جانة العصابة الحمراء والتفت إلى كعب قال كيف ترى يا كعب شغل دا كيف دقا ودقا واحدة شرط النص شوف دي القدم للدين كيف أسا يجيك واحد دي بساطة جاعد والصحابة الغاتلة في الدنيا قليل دين ناس قدموا للدين بزلوا ما هذا كله أبو دي جانة كان ينحني بظهره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما وقع كان بنحني بظهره بحميه بالسهام بظهره خلي السهام تقع في ظهره كله ناس بزلوا يا أخواننا للدين دا وقدموا شانكا دين ما تبقى وراء أكلمك النصيحة الدعوة دا سا أخواننا شغال فيها في ناس إحنا ما بنعرفهم كويس؟ لكن ممكن تحاسب ناس معيين يقولك فلان وفلان 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 يا ناس اتوا مالكم أشتغلوا قدموا زي ما دي القدموا كويس؟ دي أخواننا من الحكم ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وليمحص الله المؤمنين الذين آمنوا ويمحق الكافرين دي كل من الحكم العظيمة أيضا من الفوائد يا أخواننا ودي فوائد متناثرة نأخذها من هذا الابتلاء الذي حصل للمؤمنين مع هذا الابتلاء اتسم المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بخلق عظيم ألا وهو خلق الوفاء نحن يا أخواننا في دعوتنا دي مع التوحيد والقوة والسنة نحتاج إلى أخلاق فاضلة ما يمتاز بالأخلاق غيرنا من العلمانيين أو من الشيوعيين أو من الإخوان المسلمين يمتاز بالأخلاق الفاضلة ونحن نمتاز بالخصة والحمد لله يا أخواننا ما فيهم لكن لا بد نحن نهتم بالأخلاق أكثر فأكثر صحابة كان فيهم خلق الوفاء شف الحرب والحرب دائرة أبو سفيان بهناك مشى لبني عبد الدار قال أنتم حملة لوائنا يوم بدر وعلمتم ما أصابنا أنتم شفتوا اللي أصابنا يوم بدر إن شئتم كفيناكموه نحن بنشير منكم اللواء المشركين إنهم شجاة عجيبة ماتوا كلهم ما فضل ولا واحد من بني عبد الدار أي ذو البشرين اللواء بيقتلوا بيمسكوا الثاني لحد آخر واحد منهم مولى لهم ماسكوا بيدو اليمين قطعوا ماسكوا بالشمال قطعوا ماسكوا بيعضلاتوا كذا قطعوا راسوا استماتوا فيه استمات عديل النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر كان اللواء عند ابن أبي طالب فلما نظر إلى المشركين لواءهم عند بني عبد الدار قال نحن أولى بالوفاء منهم فأعطاه لمصعب بن عمير من بني عبد الدار ده وفاء يخواننا الخلق ده نحن عن كثير من من الناس قد نفقده وفقدناه في تلك المجموعات من الشباب مجموعات ما خرجت من الدعوة وتنكبت إلا بسبب الحقد وعدم الوفاء في قلوبهم ما عندهم وفاء لإخوانهم الذين كانوا معهم في خندق واحد في الدعوة والبذل والرد على أهل البدع والجهات في الدعوة والسفر وتبليغ الدعوة في الولايات وغيره كانوا معهم في خندق واحد لكن لما حصلت بعض الفتن اترصدوا أشياء معينة اترصدوها وما كانوا وفيين مع إخوانهم ما جلسوا ولا ناصحوا ولا استرشدوا براحة طوالي أخذوا لهم أشياء أجروا بيها وأحدثوا فتن وبلايا كله بعدم خلق الوفاء ما عندهم وفاء الكلب لما كان وفيا ربنا سبحانه وتعالى قال وكلبهم باصط ذراعيه بالوسيد يخلق عندك وفاء نحن والله الشيوخ اللي تكلم عن بعضهم أخونا أحمد البدوي والله كنا معهم وفيين إلى آخر مرحلة الواحد نمشي ونناصح ونجلس معاه ونجبلله وسائغ ونستلطف وبعضهم نحنس تحانيس عشان يرجع إلى الصواب في بعض المسائل هو يصر ويركب رأسه نتركه ما من شيخ من الشيوخ وأحلف على هذا يمينا مغلظة إلا وبذلنا معه ما يبذل وزيادة ليرجع إلى الحق ما كان عندنا خيانة مع واحد منهم وهم يشهدوا كلهم ما خلنا واحد منهم ولا جرينا بالورة إنما المسائل المأخوذ عليهم نمشي نعرض عليهم ونعرض علينا ستاني ممكن ينصحوا زي محمد الأمين إسماعيل وزي اسمهم نوء محمد مصف عبد القادر وغيرهم نعرض المسائل عليهم وجالسناهم جلسات طويلة في النهاية لفظونا ولفظوا الحق بعد تاني ما عندنا معهم حاجة لكن في ناس يا أخوانا للأسف ما ينفع معهم الوفاء وذا ما معناه أن تتخليوا لكن في ناس قلوبهم سيئة بالجد فينا السيئين وأذكر في هذا مثالا من اللطائف ذكرها بعض المؤرخين قالوا في مثل يسمى مجيد مجير أم عامر أم عامر دي الضبعة يسمى أم عامر العرب في ناس قالوا كانوا يتبعون صيدة أم عامر دي ذاتك ساكننا قالوا فدخلت دارا لرجل من الأعراب العرب دول ما خشت بيته استجارت به لبتت جوا بيته قالوا فخرج بسيفه قال والله قال ماذا تريدون قالوا هذه صيدنا دي الصيدة بتاعتنا خشت بيتك قال والله لن تصلوا إليها ما دام غائم سيفي في يدي مش استجارت بينا والله قال لهم ما تخشوا ليه وسيفي دانا في يدي رجعوا منه فدخل عليها فأعطاها لبنا من الدزائر الإبل الطيبة أدى لبن والداموية تلغوا في هذا مرة وفي هذا مرة تشرب هنا وتشرب هنا مبسوطة جدا استجارت به ورقته نام لكن الضبع ما فيه خير شان كده في ناس تبتحسن لهم زي الضبع ما فيه خير أول ما لقته نام قامت عليه فبغرت بطنه وقتلته وهربت ودعمه جالي قاها جاريه وقتلته مش شافه ميت كويس تبعه كتله وأنشد يقول وَمَنْ يَصْنَعِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ يُلَاغِ الَّذِي لَاقَ مُجِيرَ أُمَّ عَامِرٍ أَدَامَ لَهَا يعني قدم لها الإدامة الملاح يعني أَدَامَ لَهَا حين استجارت بقربه لها محض ألبان اللقاح الدزائري وأسمنها حتى إذا ما تكاملت فرته بأنياب لها وأظافري فقل لذوي المعروف هذا جزاء من بدى يصنع المعروف في غير شاكري في ناس ما في فايدة أنت كمؤمن يصنع المعروف يصنع المعروف كويس وأي زول وصله حده أول ما عرفت أنه صاحبه بتعلوله أدي تمامه وتخارج منه من الأخلاق العظيمة التأدب لكلام النبي عليه الصلاة والسلام صفية رضي الله عنها كانت ماشة تشوف حمزة في معركة أحد حمزة كتلو بغر بطنه قطعوا أنفه ماشا تشوفه النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تراه صفية أخته ماذا يرى تشوفه فأرسل الزبير ولده قال له المرأة المرأة أهدها أول ما ماشى عليها قال فلدمتني في صدري كانت قوية صفية رضي الله عنها ضربته كده في صدره ما قدر يقف قدامها قالت إليك عني قال لها ما تنظري للموته كده إليك عني وماشى ما قدر يوقفها فشوف الشاهد هنا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزم عليك أن ترجعي قال فرجعت شوف يا أخواننا الأدب واحترم النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ماشى ولده ما بوقفه ضربته ماشى أول ما قال لها رسول الله يعزم عليك أن ترجعي قال فرجعت رضي الله عنها وأرضاها الأخلاق التي ذكرت والآداب العظيمة يخواننا نحن دارين منا نصيب نحن بجد بنحتاج إلى خلق رفيع خلق المؤمنين خلق يتناسب مع ما نحمله من منهج صافي ومن منهج نقي ومع هذا لا نخدع يعني مع إنه نلتزم الأخلاق الكريمة ما نخدع الزل خدعنا المرة الأول وما يخدعنا المرة الثانية في هذه الغزوة رجل يسمى أبو عزة عمر الجمحي الزل ده أسر يوم بدر أسروه في غزوة بدر زمان فاعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ذو عيال وعندي بنات أكفلهن التمس من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق صراحه فكه ومشى لما جاء يوم أحد جاء صفواني بن أمية وقال له لا بد الشارك معنا وكان ذو لسان ينشد الأشعار وبحمس الناس كويس فرجع تاني وجاء يوم أحد تاني بغاتل لما قاتل ابن هشام في السيرة ناقل كلمة للشافعي قال لم يؤثر يوم أحد إلا أبو عز الجمحي بس له عشان خاين خان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قال لنا تاني ما بجي وعاهدك تاني أصو ما شارك فكهو جاء راجع تاني يوم أحد ما أسر إلا أبو عز الجمحي لما أسر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ذو عيال وعندي بنات فأطلق صراحي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له والله لا أفعل تمسح عارضيك في مكة وتقول خدعت خدعت محمدا مرتين قال والله لا أفعل فأمر الزبير أو عاصم ابن ثابت ابن الأقلح فضرب عنقه فمات كاتل طواله وقال الرواد في هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أنت مع وفائك وصدقك مع الناس أنا ما ألدغ مرتين في ناس نحن قبل اليوم لدغونا مرات مش مرتين مرات يتلاعب بالمنهج السلفي ويستهتر ويستهزي اليوم يجيك يقول لك البخاري يقول بخلق القرآن نمشي بكرة يجيك يقول لك يا جوز الجلوس في بيت العزاء هب شو تتكلم فيه يقول لك توبت منها تمشي قدام يقول لك النووي مبتدع ابن حجر مبتدع تمشي ترود عليه ويقول لك توبت منها تمشي يروج لك لأهل البدع يخلق الفتن والبلاية فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يجيك راجعتين يقول لك لا لا أنا توبت ما يلدغ المؤمن من جحر مرتين أمشي لحد ما نشوفك تصيح توبتك وينصلي حالك بعدها نشوف أمرك شيء لذلك الظل لما يتأمل يخواننا في هذه المصائب التي أصيب بها المؤمنون يوم أحد وينظر إلى ما فيها من الفوائد والحكمة العظيمة يعلم إن كثير من العلوم النافعة والتجارب المهمة ما تأتي إلا مع الفتن خلاصة الأمر وخلاصة المحاضرة لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون مدام أنتم على المنهج السلفي ما يحزنكم فلان ضل كم من الشيوخ فاتوا فارقوا المنهج اتنكبوا الطريق بيقولوا يطعنوا فيكم يردوا عليكم ألبوا عليكم الساحة صنعوا ما صنعوا ما يهمكم ولا تهنوا ولا تحزنوا أبدا يقول لك المسجد الفلان فقدناه والمسجد الفلان فقدناه ولا تهنوا ولا تحزنوا ربنا سبحانه وتعالى يفتح لدعوته مدام أنت صابر وصادق فلك في النهاية في نهاية الأمر الغلب للمؤمنين ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون انت أصدق مع الله سبحانه وتعالى واصبر انت تعلم أنه المنهج دا منهج حق والدعوة دعوة حق مهي الزكاية موقف ماته تزه واصل عليه وادعو إلى الله سبحانه وتعالى ولو بقيت وحدك آخر ما أوصي به نفسي وجميع الإخوة أن ننتشر في تبليغ دعوة التوحيد ما نقتصر على الحلقات وعلى بعض المساجد اللي عندنا فيها خطبة دمعة ولا على درس فلان أو فلان انشر التوحيد تعلم أبواب كتاب التوحيد وانشر في أي مكان أي مسجد لاقاك انشر علم الناس حتى إذا كان من يترصد لدعوة التوحيد ويحارب دعوة التوحيد لا يدري من أين يأتيها انشر كلكم كلكم انشروا وعلموا الناس ما عندنا بضعة محزورة إحنا تبضعاتكم محزورة ممنوعة ما ممنوعة والحمد لله البلاد مفتوحة بلدنا مفتوحة للدعوة المساجد مفتوحة أغلبها مفتوحة بس انت تقدم التوحيد وتتحاشى إثارة الفتن وتتحاشى إثارة الكلام الذي لا يفيد وفي نفس الوقت قد يفسد يعني ما كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال يقال في كل مكان انت لا بد تدخلت الغاعدة معاك مش تركب انت كأنك حافظك حاجة واحدة لا بد تقوله في أي مكان تعلم من الحكمة أن تقول الكلام هذا هنا وتغير مش بتغير الكلام دعوتنا احنا ما بتتغير احنا دعوتنا مبنية على عبد الله واجتنب الطاغوت لا بد أعلمك تعبد الله على التوحيد وعلمك إنك تجتنب الطاغوت اللي يعبد من دون الله دعوتنا ما بتتغير في أصلها لكن أختار من العبارات ومن أساليب الطرح وطريقة الإقناع وسرد الأدلة أختار منها ما يليق بالمكان المناسب وده ما فيه عيب ولا ده زي ما الجماعة يجي يقول لك فلان ذا كتلك لك وبطل الدعوة وخلاص دعوته بقت مرخرخة لا لا ما كده لكن أنا أتكلم في مكان معين بصورة وتكلم في مكان آخر بصورة أخرى لكن دعوتي واحدة ما بتتغير نفس المعلومة أقدمها هنا وأقدمها هناك لكن بعض المناطق أنا أختار فيها عبارات وكلمات وأن إحنا يحسن بينا لما رأينا من وضع الساحة اليوم إنه كثير من الأساليب اللي الناس اتشربت من الدجال المعروف عندكم ناس اتشربت منه كثير من الأساليب وقد يكون بعضها حق ما بتنكروا أنت حق أساليب وعبارات معينة قد تكون حق لكن ليس فيها مصلحة أنت بتستفيد منها يعني كثير من المناطق أنت قم تتكلم في مسجد ممكن الناس يكبلوا منك بالآيات والأحاديث ولا حد إنك تذكر لهم أسماء شيوخهم وتحذرهم من الأشعار وقصيد الصوفية وأباطيلهم وتوري لهم التوحيد وتزبط لهم الأمور تمام ممكن يكبل منك بس تتجاوز عبارات معينة كذا هي العبارات دي لا كتاب لا سنة في واحدين من أخواننا بس إلا يتم الكلامة في مخه كله يقوله ونبس دو يا عفن شفت وتف عليك لو يا أخي انت بتستفيد منها شو دي قول بتجوز قول حلالة بتستفيد منها شو يعني انت بتستفيد من هذه العبارات بل قد تفسد عليك أكتر ما تصلح ولا سيما في بعض المناطق وفي بعض المساجد وكذا عموما إن كان في مسجد ولا في غير مسجد انت أي عبارات لا تنفع بل قد تضر ما تستخدمه ولا ها غرآن ولا سنة ويس لما تقول له جماعة بدعرف الطبراني ما بتعرفه والعينك ما بعرفه ده لا غرآن لا سنة صح لا غرآن العينك دي لا غرآن لا سنة خليني من بتجوز ولا ما بتجوز ده موضوع تاني أنا الآن بطرح في الكلام ده لي ناس وقد يكونوا دارين الخير ودارين يعلموا مني ودار يعرفوا التوحيد لكن أنا ما أستخدم من العبارات ما تكون حايل بينه وبينهم وصد لهم واحد يقول لك يا أخي ما ممكن يا أخي وانت في عبارات بتاع الزجل بيستاهلوها يعني دي لم تيد قول لي واحد قال ها بتعصو فيها ده قال أنا الواحد والفرد والكبير وبذاتي ده بيستاهل تكييل ليه تمام ده بيستاهل لكن فرق بين إنك انت بتتكلم عن ده ولا عن الواحد قاعدين قدامك ديلي في زولي بدل يقبل على دي قبل على القاعدين قدامه ديلي نهيرهم وزلهم يا أخي ما قالوا ديلي قال واحد هناك براه داك فيأخواننا أنا ما أدري في حاجات كتيرة بنتقدوها بقولوا ناس التنظيم ديلي وبقولوا ناس منوه وكده قد يكون عندهم حد في بعض الكلمات إنه يا أخي دعوة التوحي يخواننا ما عندنا من القرآن ومن السنة ما عندنا من الثروة الغنية من صحة العبارة من الأساليب ومن العبارات الجميلة في القرآن وعبارة الزجل وعبارة التخويف والشدة الموجودة في القرآن والسنة ما يغنينا عن العبارات المستخدمة ولا ما فيه لو داير حجج ويغناع فيه داير عبارات شديدة بتخويف فيه داير تسجر وتهذب برضو فيه عندنا في القرآن وفي السنة ما يغنينا فلسنا بحاجة وخاصة في هذه الأيام مع زيادة في الوضع وشدة على الدعوة وتضييج فنحن نحتاج إلى إلى استعمال أطيب للكلام شأن نقدر نبلغ دعوتنا دعوة التوحيد ومحاربة الشرك والبدعة الموجودة في المجتمع عموما أنا أطلت في الكلام وناس مناطق بعيدة وشكل الموصلات الزجلة صعبة فأنا اكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا يغينا خالصا وأن يجمعنا جميعا على السنة وأن يرد إخواننا الذين نابذونا وجالدونا وحاربونا في غير شيء أن يردهم إلى الحق والصواب هذا وصل للهما وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان